اذا كانت كتلة عينة من ملح كولوريد البريوم المتهدرت ايه معنى هذا الكلام يعني بي اي سي اللي تو مرتبط بعدد اللي هو عبارة عن اكس بجزئات ماء التبلر كتلة الملح المتهدرت الملح المائي اتنين بوينت سبعة سخلت تسخينا شديدا الى ان ثبتت كتلتها معنى ان الكتلة سبتت مهما انا سخنت يعني كل ماء التبلر المرتبط بي اي سي اللي تو تطايع اذا الكتلة المتبقية اللي عبارة عن اتنين فصلة ثلاثة دي عبارة عن ايه كتلة الملح اللامائي او كتلة المادة الغير متهدرت طالب بيني حاجتين اوجد قيمة اكس يعني عاوز عدد جزئات ماء التبلر المرتبطة بي كولوريد الباريوم بي اي سي اللي تو تاني حاجة النسبة للماء التبلر وزي ما احنا قلنا قبل كده ان القيم قتل اوزان السرات ما بتحفظ بتوعط في المسألة طب ازاي احنا نتعامل بالنظام الحديث يا مستر سامي فهد احنا هنقول للطالب قعد اكتبقى كده خطوات عديدة لأ احنا عايزين الطالب بالزبط بالزبط باقصر طالب ممكنة ازاي انا اخلي عين قيمة اكس وبدون الوقوع في اخطاء اه في النظام القديم الطالب لو طلع نتيجة خطوئة بس هو كان عامل خطوات بقل درجات على الخطوات دلوقتي للأسف احنا هنجده ايه ايه ايجابات يعني هو رقم ازا لابد وايه يمشي خطوات صحيحة وحساب صحيح عشان يقدر يعمل اختيار صح بالنسبة ايه المسألة طيب ازا ادي المسألة ان احنا قلناها مستر سامي ماشي ادي ده عبارة عن قطة المادة المتهدرتة ودي قطة المادة الغير متهدرتة او الملح اللمائي هو عاوز قيمة اكس فنعمل ايه بداية هقول له قطلة المادة المتهدرتة ناقص قطلة المادة غير المتهدرت ادتني قطلة ماء التبلر انا ماشي من الشمال لليمينة عشان امشي بالارقام اللاتينية قابل العربية ماشي فقطة المادة المتهدرتة كانت عندي اتنين بوينت سبعة ولما استخدنا التسخينا شديدا وصلت الكتلة كانت كتلة المادة الغير متهدرتة اتنين بوينت ثلاثة اما اجي اطرح اتنين فاصلة سبعة ناقص اتنين فاصلة ثلاثة طلعت اربعة من عشرة اذا اربعة من عشرة جرام دي عبارة عن قطلة ماء التبلر طب انا عاوز احسب اكس هكتب مرة تانية بشكل كده في برح شوية ادي كتلة المادة المتهدرتة الكتلة كبيرة ودي كتلة المادة غير المتهدرتة احيانا يقول لي كتلة الملح اللمائي المعنى واحد اطرح الاتنين من بعض يعطي كتلة ماء التبلر كانت كتلة المادة المتهدرتة اتنين فاصلة سبعة يبقى دي كده كتلة المادة وعلى ماء التبلر وكتلة المادة الغير متهدرتة لكتلة الملح اللمائي اتنين فاصلة ثلاثة لما طرحت ده من ده ادي كتلة ماء التبلر الو اربعة من عشر طب قطالي بتعمل ايه بخطة واحدة ده كتلة ماء التبلر بحسب الكتلة المولية لماء التبلر اللي هي تمنتاشر طالي بولي زكرني جات من التمنتاشر ما احنا قلنا الماء ده عبارة عن اتشي اتو او وانا عارف الاتشي بواحد في اتنين زائل ستاشر بتلعي التمنتاشر جوامل كل مول يبقى كده اظل عندي ايه كتلة ماء التبلر على الكتلة المولية للماء طب ده كده عبارة عن كتلة المدح اللي هي مائي اللي هو عبارة عن بي ايه بي ايه سي الي تو عاود احسب كتلة المولية البي ايه بمية سبعة وتلاتين زائد السئل بخمسة وتلاتين ونصف اتنين بواحد وسبعين اذا لو انا جمعت دول يطلع يا مصر سامي كام ميتين وتمانية ميتين وتمانية اذا كتلة على كتلة ده عبارة عن عدد مولات يعني كتلة المادة على الكتلة المولية عدد مولات اذا ده كده عبارة عن عدد مولات ماء التبلر وكتلة الملح اللامائي على كتلته المولية يبقى عدد مولات الملح اللامائي هنطلع قانون نكتبه بعد كده انا عاوز احسب اكس من اكس اللي عبارة عن عدد جزائيات ماء التبلر المرتبطة بالمالح اللامائي بي ايه سي الي تو تمام يبقى اكس هتساوي ايه عدد مولات مئة تبدو لاربعة من عشرة على 18 ده في البiar في المقام اتنين وتلاتة من عشرة على ميتين وتمانية رياضيا مقام المقام باس يبقى اذا اربعة من عشرة على تمنتاشر نضرب ونشألب يبقى ميتين وتمانية على اتنين وتلاتة ناتج الإسمى اتنين يبقى كده انا عندي اكس بساوي اتنين اذا ايه بقى هي الصيغة اذا الصيغة دي عبارة عن بي اي سي ال تو دوت مرتبطة باتنين جزي ماء القرون دوت احنا هنكتبه برضو ايه بالتبسيد بالنسبة لحضراتكم يبقى اذا المرة تانية طبعا يا مستر سيما قلنا ايه بقى احنا جبنا كتلة تبلر جبنا كتلة المولية للماء جبنا كتلة ادي هنا عندي عندي كتلة الملح اللمائي جبتوا كتلة المولية س اكس عبارة عن ايه عدد مولات ماء التبلر على عدد مولات الملح اللمائي طب مستر سامي انا كده هكتب القانون على انفراض بمعنى ايه اكس اللي عبارة عن عدد جزيات ماء التبلر هنساوي ايه شرطة كاسر ايهية انا عندي ايه في البسط عدد مولات ماء التبلر في المقام عدد مولات الملح الجاف او الملح اللامائي او كتلة المادة الغير متهدرتة اما اجي انا افصر دية يبقى دي عبارة عن ايه كتلة او كتلة ماء التبلر على كتلته المولية كتلة الملح الجاف او اللامائي او الغير متهدرت على كتلته المولية يبقى يبقى كده عندي انا هو كده انا عندي في البسط عدد مولات ماء التبلر في المقام عدد مولات الملح اللامائي ملح لا مائي طيب ملح جاف او مادة غير متهدرتة المعنى كل ايه كل واحد انا جبت اكس طب اه هو بيقول لها مستر ساني ارجع تاني للورقة بتاعته هي اه انا يعني في خطوة واحدة عملت كل حاجة تمام هو الدولة في الطالب ازاي في زمن قليل اوصل للمطلوب بتاعه وعلم عليه تمام انت بقى توصل له ازاي دي بنسميها ايه بقى مش خطوات حل احنا بنعلمك الحرفانة بتاعتك تمام احنا بنعلم الطالب ازاي بقى سريع عشان يكسب وقت اسناء الامتحات اه هو في المطلوب التاني عاوز ايه عاوز النسبة الماء والماء التبلر طب انا جبت قتلة ماء التبلر اللي اربع من عشر وقطلة العينة اللي عبارة عن قتلة المادة المتهدرتة اللي فيها ماء التبلر يبقى اقسم اربع من عشر على اتنين فاصة سبعة وضرب في مية كده جبت انا النسبة الماءوية لماء لماء التبلر يرتبط اتنين. من عشرة مول. اتنين من عشرة مول. ايوة. من اكس اس او فور. ادي اكس. الطالب بيحلل يا مستر سالي. يعني ايه اكس اس او فور? يعني ملح لمائي. يعني ده كده كتلة الملح اللامائي. كتلة المادة الغير متهدرتة. يعني كتلة ايه? الملح الجاف. تمام? معه? مع 18 جرام من المي. من الماء. لتكوين. لتكوين. اكس اس او فور. اكس اس. لف وصع شوية. وصع شوية عشان تكتب الملح الكتير. طب ها. اكس اس او فور. وبعد كده ضد ان سمول اتش تو او. اتش تو او. خلاص كده? تمام. طيب. لزا فان عدد جزيئات ماء التبلر ان? لزا فان? عدد جزيئات ماء التبلر ان? عدد جزيئات ماء التبلر ان? ان? في الملح المتهدرت تساوي. بديني اختيارات. اه في الملح المتهدرت تساوي. بديني الف تسعة. تمام? ادي الف. تسعة. تسعة. وبه عشرة. عشرة. جيم خمسة. امسة. وده الاتنين. وده الاتنين. علما بانا الكابريت اتنين وثلاثين. اه يعني الاس. اتنين وثلاثين. اتنين وثلاثين. الاكسوجين ستاشر. والاو ستاشر. والهايدروجين واحد. كم. على مهلك برضو عشان ايه? هنا بقى يا مستر سامي يطبح مدى اهمية هزا القانون. تمام. اني احنا قلناه شكل مختصر بالنسبة ليه. تمام. اه بيقول لي يرتبط اتنين من عشرة مول من اكس اس وفور. ده الملح الغير متحد. يبقى دوت ايه? المقام. على حسب قانونة. تمام. مع تمنتاشر جرام من الماء. دي كده كتلة الماء. هو مقاليش جرام لكل مول. عشان ايه? اه الطالب ممكن يقول ايه? اه هو متعود ان الكتلة المولية للماء بالسامة تمنتاشر. فاعطر بس ان دي كتلة ملاء. انا بص على تمييز. كتلة ملاء جرام. كتلة مولية جرام لكل مول. ازا دي عبر عن كتلة ايه? مادة. طب انا عايز اجيب اكس. ببساطة خالص ادي اكس. هتساوي ايه? في البصت عندي عدد مولات ماء الطابل. طب اه دي كتلة الماء? وخلاص احنا حافظين كتلته المولية 18. ازا دي كده انا حسبها. ودي كده معطاة. على كتلة الملح اللي عبر عن اتناش اتنين من ايه? من عشرة. يعني واحد على اتنين من عشرة. يعني هتساوي كام? هتساوي خمس. ازا انا مجي اخطار اخطار رقم ايه? رقم دي. اه ده كده كان بالنسبة لهذا هذا المسال يبقى ازا برضو اه هذا القانون اه المبسط اه اه في مثل يعني لو الطالب ابتدأ يشتغل بالاسريب التانية هيحلها اه بس هيتحب جدا جدا. اه هيتحب جدا 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 في حالها. قانون ده هيحلها. تماما. ده ما انا قال له ويبقى الايجابة ايه? في الملح المتهدرد. في الملح. الملح. المتهدرد. المتهدرد. وسط على نفسك كده شوية. تمام. ام سي ال تو. ام سي ال تو. سي ال تو. اكس دوت كده اكس اتش تو او. يبقى كده انا عندي مجهولين. اه. بداية عنه الطالب بيحلل الام مجهول والاكس مجهول. تماما. عشان انا اجيب واحد من الاتنين. لابد اجيب ايه? يعني عشان انا اعين مسلا انفضل الامة ببعرف الايج. تمام. طيب. والذي يرتبط فيه واحد من عشرة مول من الملح الغير متهدرد. تمام. والذي يرتبط به واحد من عشرة مول من الملح الغير متهدرد. الذي يرتبط فيه فيه تمام مع 3 و 6 من 10 جرام 3 و 6 من 10 جرام من الماء يبقى دي كده عبارة عن كتلة الماء تمام فإذا علمت أن الكتلة المولية فإذا علمت أن الكتلة المولية علمت أن الكتلة المولية للملح المتهدر للملح المتهدرت ساوي 174 جرام لكل مول 147 147 جرام لكل مول عايز الكتلة الزرية للأم احسب أو احسب الكتلة الزرية لأم أم ده العنصر آه تمام وطبعا هو كالعادة من دينا قيم خطة الأوسان لإيه الزرات تمام آآ في المثال دوت هو عاوز M M دية مجهولة بالنسبة ليه دي كده مجهولة إذا لابد أن أنا عين قيمة X نرجع لقانوننا اختبر عن إيه عدد مولات ماء على عدد مولات الملحة إيه إجاب أو الملحة غير متهدرة تمام إذا ببساطة شديدة أدي X هتساوي جرام دي كبتة ماء يعني كبتة مادة يبقى إذا هنا عندي في البسط هكتب عدد مولات آآ 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 الماء أو اللي هو المتهاء الماء التبلر ثلاثة وستة من عشرة على طمانتاشر هو عبرنا إيه الكتلة المولية لإيه للماء ولكن ده عندي في المقام اللي هو عبر إيه عدد مولات الملحة غير متهدرة اللي هو كان واحد من إيه من عشرة نتيجة الإسماء هتساوي إثنين إذن قيمة X بكام باتنين كده أصبحت X بكام باتنين أنا عاوز عين M هنا مديني إيه مديني القتلة المولية للملح المتهدرت يعني يقول إيه إن M M C L 2 دوت عوضت على X باتنين H 2 O بساوي 147 جرام بكل مول طب أنا عشان أجيب قيمة M طيب هو مديني القوم كتل أوزان الزراط السيقل بخمسة وثلاثين ونصف في اتنين بواحد وسبعين يبقى كده أدي زائد واحد وسبعين زائد الكتلة المولية للماء بثمنتاشر في اتنين بستة وثلاثين هتساوي مية سبعة واربعين طيب أنا عاوز M M أدي M 36 وواحد وسبعين يعني ها زائد مية وكامها وسبعة هتساوي مية سبعة واربعين دوت روح لك بشارة مخال يبقى كده عندي ال M هتساوي مية سبعة واربعين ناقس مية وسبعة هو كان مدينا اختيارات يا مسترسان يعني هو كان مدينا اختيارات إذن هتطلع أربعين إذن أنا هختار من الإختيارات كان أربعين جرام